مرحبا وضحياتي للجميع طبعا يعتبر الفيلسوف الكبير القديس أوغستين أحد اللهوتيين الكبار الذين توسطوا الفترة ما بين العصر القديم والعصر المسيح الوسيط وأوغستين فلسفيا طبعا كان أقرب إلى أفلاطون منه إلى أرسطو أيضا تأثر بالأفلاطونية الحديثة وفي الواقع حاول أوغستين أن يوجد تركيب ما أو تأليف ما بين المسيحية وبين كل من الأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة وهكذا نستطيع أن نقول بأن في واقع الأمر جزء كبير من الفضل في مسألة علم اللاهوت في العصور الوسطى أو في مسألة الدمج بين التصورات الفلسفية والتصورات اللاهوتية المسيحية والتي شاعت في العصور الوسطى يعني في واقع الأمر جزء كبير من هذا الفضل يعود لأوغستين وكما هو معروف عاش القديس أوغستين في مراحل من حياته القلق والشك والتقلب بين الأفكار والاتجاهات والعقائد طبعا قبل أن يعود يلتزم بدين أمه بدين أمه القديسة مونيكا بمعنى بالدين المسيحي طبعا للقديس أوغستين كتاب شهير جدا بعنوان الاعترافات ويطلعنا فيه على جوانب كثيرة من فكره وأيضا يطلعنا على جوانب مهمة من رحلته من الشك إلى اليقين والتي تشبه في مكان المنى كما تحدثت في حلقة سابقة أيضا رحلة الإمام الغزالي من الشك إلى اليقين طيب في الكتاب يحدثنا أوغستين عن الحقائق اليقينية التي توصل لها أو التي توصل إليها يقين وجوده الذاتي يقين وجود الله يقين وجود النعمة الإلهية يقين أن الإيمان هو أسمى ما في الوجود فيخبرنا عن هذه الرحلة وكيف أنه وصل إلى الإيمان الحق وكيف أنه قطع الشك باليقين كما يقال وكما قلت يخبرنا بأن اليقين موجود في داخله أو أنه عثر على اليقين في داخله في أعماقه وجده مغروسا في بواطن نفسه وأحشاء روحه ولم يجده في العالم الخارجي أو في الطبيعة أو في الكتب أو في عالم البشر أو في أي مكان آخر وهذا ما عبر عنه في احترافاته عندما قال في داخل الإنسان يوجد اليقين وفي أعماقه تسكن الحقيقة بمعنى أن أوجستين يقول لنا لا تبحث عن اليقين في العالم وفي الموجودات الخارجية لا أنت تخطئ هنا أنت خاطئ أنت واهم لا تبحث عن اليقين في العالم الخارجي لا تبحث عن الله في العالم الخارجي أو في الطبيعة لا أنت تخطئ هنا لأنك تبحث في مكان الخطأ بكل بساطة لا الحقيقة في داخلك اليقين في داخلك الله في داخلك الله أقرب إليك من نفسك كما في التعبير القرآني الله أقرب إليك من حبل الوريد فعد إلى ذاتك عد إلى داخلك قم بالغوص في أعماق نفسك وستصل ستصل لا محالة إلى الحقيقة الأعلى والأسمى إلى النور الإلهي لا تبحث في العالم الحسي لأن لا يقين لا يقين فيما تنقله الحواس لنا لأن الحواس مخادعة والإنسان الحكيم يجب أن يرتاب وأن يشك في كل ما تنقله له الحواس من الخارج وابتلل لا يقين لا يقين قد نعثر عليه في العالم اليقين في داخلك في داخلك ثمت حقيقة يقينية لا يعتريها أي شك أبدا وطبعا تتمثل في وجودك كذات كذات تمارس فعل الشك والتفكير فطالما أنا أشك فهذا يتضمن بالضرورة طبعا وجود ذات طالما أنا أمارس فعل الشك فهذا يعني بالضرورة أن هناك وجود لذات هي التي تفكر هي التي ترتاب هي التي تمارس الشك وهذا يقين لا يمكن أن يزعزعه أي شك أو أي ارتياب هذا يقين ثابت حاصل قاطع طالما أنا أشك فأنا موجود طبعا لأني في ذروة تشكي أكون واعيا بذاتي أكون واعيا لنفسك فاعل هنا للشك فهكذا يقودنا التأمل الذاتي والاستبطان الداخلي إلى اليقين الموجود في الداخل والغير موجود في الخارج ونفس هذا التأمل الذات الداخلي نفس هذا الاستبطان لدواخلنا هو الذي سيوصلنا إلى الله هذا الغوص في عمق أعماق النفس هو سبيل اليقين فعندما يبحث الإنسان في داخله عد إلى ذاتك وابحث في داخلك عندما تعود لتستنبش خفايا نفسك ولتستكشف داخلية ذاتك طيب ستشعر دائما بأن هذه الذات منجذبة نحو مثال أعلى وأسمى وأرفع من كل ما هو موجود في العالم أبدا هذا شعور موجود عند كل إنسان وهو شعور نابع من القلب من الوجدان ومن العقد أيضا إنه شعور بالكل وليس أحساس بالجزء لا إنه شعور بالنقص في مقابل الكامل كل إنسان لديه شعور بالنقص في مقابل مثال كامل كل إنسان لديه شعور بالاحتياج في مقابل مثال مطلق كل إنسان في داخله حقائق أزلية كما يسميها أوجستين حقائق أزلية معايير ثابتة طيب لا يمكن أن يكون مصدرها عالم الوهم والخداع كل إنسان في داخله معايير ثابتة أفكار بديهية حقائق أزلية موجودة عند كل الناس كمثل الحقائق الرياضية كمثل حقائق المنطق قوانين العقل كمثل الحس الأخلاقي ومحبة الخير وكراهية الشر إلى آخرين فكل هذه حقائق موجودة عند كل إنسان ويصدقها كل إنسان ليس لأن فلان قال بها وليس لأنها قادمة من تجارب حسية أو خبرات حسية لا بل لأنها مغروسة في داخلنا ومن غرسها هو الله أو أن معيار صدقها هو الله ما يعني صدق هذه الحقائق الأزلية هو النور الإلهي هو الإشراق الإلهي الذي يشرق في قلب وعقل الإنسان ونفسه فتحدث المعرفة وهكذا فمصدر المعرفة والإدراك عند القديس أوجستين هو الإشراق الباطني من الله على النفس أبدا فكما أن العين مثلا طيب تبصر الأجسام المادية بواسطة الضوء لولا الضوء لم استطعت العين أن ترى الأشياء المادية كذلك نفس الشيء يدرك العقل الحقائق من خلال الإشراق الإلهي بمعنى أننا نرى الأشياء المادية كما قلت بالعين المجردة بسبب وجود ضوء الشمس ونفس الشيء بالنسبة للمعرفة يدرك العقل الحقائق بسبب وجود نور إلهي وهكذا فالإيمان كما يرى أوجستين كفيل بتحرير الذهن وإنار الدربة كفيل بتحرير العقل من قيوده وبعدها تأتي النعمة الإلهية لتحررنا من الجهل والضياء ومن الشر طبعا لتصلنا إلى الراحة النفسية وإلى الراحة القلبية الدائمة فوحده الإيمان بالله وحده الإيمان بالله بالكائن المطلق والأعلى والأسما وحده الإيمان بأن المسيح حاضر في داخلنا في أرواحنا هو عند أوجستين طريق السعادة سبيل السعادة الحقة التي يعيش كل إنسان طيلة حياته باحثا عنها دون جدوى دون أن يدركها لأنه يبحث عنها بعيدا عن الله بعيدا عن النعمة الإلهية وكلما كان الإيمان أقوى طبعا كلما عاش الإنسان بسعادة أكبر وبطمأنينة أكبر وبالمقابل كلما كان الإيمان بالله أقل طبعا سيكون هذا الإنسان بعيدا عن السعادة بشكل كبير أيضا كلما كان الإيمان بالله أقوى كلما كان الإشراق الإلهي أعظم في داخله فأيضا من شروط الإشراق التقوى والإيمان والطهارة والحب الخالص لله والإيمان الخالص فكلما كان الإيمان أقوى كلما كان الإشراق الإلهي أعظم وطبعا هذا ما سيعمل على إزالة كل الغباشات عن العقل ليصبح هذا العقل أقرب فأقرب من إدراك الحقائق المعنوية والإيمانية وبالتالي سيصبح قادرا على رؤية اليقين في داخله وعلى رؤية النور الإلهي الموجود في عمق أعماقه شكرا ولدك